أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيد أن حرمان الفلسطينيين من حقهم الطبيعي في إقامة دولة ذات سيادة كان ولا يزال سببا جوهريا لنعدام الاستقرار في المنطقة جاء ذلك خلال حفل إطلاق وتوقيع كتاب شهادتي للأمين العام لجامعة الدول العربية باللغة الإسبانية والذي نضمه البيت العربي التابع لوزارة الخارجية الإسبانية في العاصمة مدريد وأعرب أبو الغيد عن التقدير للدول التي أقدمت على الاعتراف بفلسطين وعلى رأسها إسبانيا التي تستضيف اجتماعا عربيا أوروبيا تحت عنوان تنفيذ حل الدولتين وقال إن التساع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة على طريق تجسيدها داعيا الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى اتخاذ هذا القرار والذي يعكس الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ اشتركوا في القناة